استعرض وزير الكهرباء محمود عاسمت مستجدات تنفيذ خطة عمل شركات توزيع الكهرباء لخفض الفقد ومنع سرقة التجار الكهربائي واجه وزير الكهرباء بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب العددات الكودية كوسيلة فنية لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني كما اضحت توزارة الكهرباء عدد محاضر الضبطية القضائية بلغت 99 ألف محضر بإجمالية طاقة مصروقة بلغت 67 مليون كيلوات وبقيمة مالية تصل إلى 396 مليون جنيها